سلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيب ينسى الله على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلوة من كومنتاتكم الجميلة هنعمل ان شاء الله فيديو كيكة السينابون الهشة طعمها طحفة ورهيبة وزي ما انتم شايفين احنا لسه هنخرجها من الفرن وهنشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير هشة جدا باتنين بيضة وفي الخلاط سهلة وسريعة وطعمها ما شاء الله طحفة لايكات وشير وسبسكرايب وكمنت حلوة يلا بسرعة نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير هنا اصحابي عندي اتنين كوم من الطحين اضفت عليهم علاقة صغيرة من البيكين باودر وهنا الخليط بتاع السينابون اخدت معلقة ارفة كبيرة معلقة كاكاو الكاكاو لازم تنخليه عشان بيكون فيه تكتلات ومعلقة من السكر البني او السكر الابيض حسب ما المتوفر عندك هنبدأ بقى بخليط الكيك هبدأ باتنين بيضة والبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة ماينفعش تخرجيه من التلاجة وتشتغل بيه اقل حاجة ساعة خارج التلاجة هننزل بالاتنين بيضة وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنزل بكوب وربع من السكر ان شاء الله المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف ورشة فانيلا وممكن نستغنى عن الفانيلا لان القرفة اصلا هتغطي على اي الزفارة والخل كمان هيغطي على الزفارة خلطت البيض حتى السكر دايب وافتح اللون زي ما انتم شايفين نزلت بكوب من الكوب الا ربع من الزيت وخفقنا بعدين حتى الخليط لازم تخفقي في كل مرحلة اقل حاجة خمس دقايق في الخلاط عشان الخليط يتقل ويفتح وبعدها اضفنا كوب من الحليب وخلطنا كمان في الخلاط مرة كمان وشايفين الخليط بيبقى فاتح وتقيل كده زي الكريمة بالضبط واللي ما يريد يسويها في الخلاط يقدر يسويها بالمضرب الكهربائي عادي هبدأ بقى اصحابي كمية الطحين والبيكين باودر ننزلها على ثلاث دفعات وبالمضرب اليدوي او الويسك اليدوي او الزبترة او معلقة خشب حسب المتوفر عندك تبدأ يتخلطي من اسفل لأعلى بحيث ما نخرجش نسبة الهوى اللي دخلناها في الكيكة حين اصحابي بقى هو بعد ما خلطت خليط الكيك هاخد اقل من النص مع خليط الارفة والكاكاو وابدأ ادمجه كويس كده الخليط معنا ممتاز هنبدأ نجيب الصينية دي مقاسها 24 في 24 ارتفاعها 5 سنتي او تحط المقدار ده في صينية 22 مدورة هبدأ ااخد جزء من الفانيلا كيكة الابيض وبعدين ناخد جزء من خليط الكيكة اللي خلطناه مع الارفة والكاكاو نحطه في الوسط كده وبعدين هننزل بالجزء الابيض مرة تانية وبعدين في الجزء الاخير هننزل بقية كمية السينابون والارفة اللي هو خليط الكيكة اللي خلطناه وعشان تدينا شكل رخامي كده هنجيب عصاية شيش طوق او اي توس بيكس او بسن السكين ونبدأ نعمل حركات دائرية كده بحيث تدينا شكل رخامي ونديها طرق عشان لو اي فقعات هوا تخرج منها الفرن طبعا مسبق التسخين مشغالينه على 160-170 الرفل في الوسط هتاخد من 25 ل 30 دقيقة كل واحد حسب الفرن اللي عنده هنا اصحابي انا هاخد كريم فريش اللي هو كريمة الحلويات الويبين كريم وخفقته مع سكر بودر انا ماليش في الجبنة شوية فاللي بيحب الجبنة هيضيف 3 مكعبات او 4 مكعبات الجبنة الكريمي المربعات المكعبات او في لديل في حسب المتوفر عندك واللي معندوش جبنة كريمي يقدر استبدالها بالاشطة ووش الحليب هنعمل مع بعض سوس كراميل خفيف اقتصادي اخدت هنا كوب من السكر واضفت عليه معلقتين مية ودوبته هنا على نار هادية لحد ما يبدأ يشقر شايفين الاطراف بدأت تشقر ما تحطيش اي معلقة في المقلية ونبدأ نحرك المقلية بهدوء كده حتى نريد الكراميل كله ياخد لون دهبي بس ما تغمقاش الكراميل كده اللون هنا ممتاز لو غمقت الكراميل بيمرر وبيخرب الوصفة اول ما بدأ في الاشقر بطف النار وبضيف معلقة زبدة كبيرة اهو زي ما انت شايفها اهو بنقلب نتأكد ان الزبدة دابت تماما مع الكراميل هكون مجهزة واحد كوب من الماء كده الزبدة دابت مع الكراميل انا اضفت طبعا كوب من الماء وبعدين بقى مجهزين معلقة نشا متدوبة في معلقتين ماء هبدأ بقى اضيف النشا ولازم تحريك مستمر عشان ما يعملش اي ده كتلات والنار تبقى هادية جدا وطبعا تقدروا تستبدلوا الماء يعني تضيفوا معلقة حليب معلقة كوب من الماء ممكن تضيفوا كمان كوب من الحليب لو حبيته طعمه كريمي اكتر هنا الكيكة اهي اصحابي بعد ما تخبزت شايفين ما شاء الله اهي اخدت لون حلو وارتفعت اهي ما شاء الله ممتازة هنسيبها لازم تبرد تماما شايفين قد ايه هشة ورحة السينابون بقى والقرفة في البيت ما شاء الله رهيبا دي من الوسط اللي هي اعلى جزء في الكيكة نسيبها تبرد هنقلبها عشان تشوفوا كمان اهو حطين ورقة زبدة ما عنديكش ورقة زبدة تقدري تدهنها كلها بالزيت وهتطلع معاكي ممتازة ان شاء الله لازم بقى نخليها تبرد تماما لان انت لو حطيتي اللي هو الكريمة سواء حطيتي فيها جبنة او بدون جبنة هتسيح مباشرة فلازم الكيكة تبرد تماما بعد ما الكيكة الى حد ما انا سبتها يعني بردت خمسة وسبعين في المية هبدأ بقى نوزع الكريمة عليها وهاخد حطيت شوية نوتيلا في كيس ودوبتهم كده في المايكرويف تلاتين ثانية وهبدأ اعمل خطوط عشوائية وهضيف برضو شوية من الكرامل اللي عملناه بخطوط عشوائية وبقلبتوز بيكسي كده هنعمل خطوط رايح جاي كده عشان يدينا الشكل المموج وبعدين هنقطاها ونشوف مع بعض شكل الكيكة من داخل ما شاء الله اهي رحتها وطعمها خشة جدا وخفيفة ما خدتش منك اي وقت واقتصادية باتنين بيضة بس وطعمها ورحتها تحفة طبعا لو انت عايزة تحب تعملي صانية اكبر هات ضعف الكمية كمية الكيك يعني المقادير اللي هكتبها في صندوق الوصف تعملي ضعف يعني هتديكي طبعا صانية اكبر مقاس يعني 26 او شايفين قد ايه اصحابي مسام الكيكة هشة جدا اللي ما يحبها تكون رخمية كتير ممكن يشيل معلقة الكيكة ويكتفي بالقرفة والسكر فقط فبرحتكم طبعا شايفين قد ايه هشة وطعمها ورحتها اصلا ما شاء الله طحفة ان شاء الله المقادير كلها اكتبها لكم في صندوق الوصف ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والاشتراك في القناة اشوفكم فيديوهات جاية كتير وكيكات حلوة كتير ان شاء الله السلام عليكم شكرا